لما يبقاش كلام مرسل احنا ان شاء الله في حلقة النهاردة هتشوفوا حالات كتيرة حصلت في الدور السنادي في المباراة اللي تلعبت فيها هذه الازدوجية القاتلة من المعايير لانه زي ما بيقوله المهان سعد ليسيد استخدم مصطرة واحدة طبقها علي وعلى الجميع اللي تنفذوا علي ونفذوا على كل المنافسين لكن غير معقول يا كابتن عصام عفتاح احنا بنتكلم على انه مجلس الادارة تغير النظام تغير وبقت فيه ربطة اندية ادارة المسابقة تغيرت ولجنة الحكام تغيرت من الداخل وانفذل كابتن عصام هو رئيس اللجنة غير معقول ان النهج ده يفضل موجود غير معقول ان الجمير تشعر بهذه الازدوجية القاتلة غير معقولة ان اللي يتطبق هنا ما يتطبقش هنا كمان حتى الاندية المنافسة يعني في كل مباريات الاهلة تسمع السادة المدربين بعد المباريات انتوا فاكرين مدير الكرة اللي كان يعني ركب فابريكي على طول هزاز مجرد بيتكلم على الاهلة لا بينقشوا ويجي في مباراة تانية ويجي في مباراة تانية الهزاز ده ما بينطقش محدش بيتكلم خالص هي دي الفكرة يا جماعة في حقوق واضحة اذا كانت بتتحسب مع الاهلة او ضد الاهلة مع الزمالك او ضد الزمالك مع اي فريق خلوا الناس تشعر بالعدالة العمية خلوا الناس تشعر ان ده قانون بيتطبق ان القائمين على تطبيق قانون الكرة هما بيتطبقوه في كل الملاعب وفي كل المباريات لكن الازدواجية بهذا الشكل سواء من المدير الكرة او المدربين اللي محدش بيتكلم ومحدش بيطالب بحاجة ومحدش بيشتك من حاجة اللي في مباريات الاهل فقط وكأن مباراتهم مع الاهل مش بثلاث نقط هي بس اللي مسموح فيها بالاعتراضات وإسارة كل المشاكل والمباريات الاخرى يحصل اللي يحصل محدش ينطق رغم من منافسه ممكن تبقى في المنطقة دي مش مع الاهل يعني انت بتيجي التاني والتالت والتالت والرابع وترتيب الفرق اللي هتلعب هنا ولا هنا ولا هنا هي دي الحالات اللي متأثر على الترتيب يعني السنة اللي فات السموح يظلم ظلم باين عشان يقوم يقوم يطلع التالت وما يلعبش ولا يطلع الرابع ما يلعبش الكونفودرالية عشان كان لازم يقدم النهاردة الساعة خامسة القائمة فخد بترتيب النهاردة وفيه ماتش بكر غير الوضع حتى نهاية الموسي فيش عدالة كل واحد لو خد حقه خلاص الناس هتسكت حتى لو انت يعني المعيار كان صارما بس انت لما هتشوف انه لا ده هي دي مصطرة القاضي ده كده عنيف بس كل احكامه في اتجاه ده مش يجي يضغط عليك ويتسمح مع الآخرين هي هدي نقطة استاذ ابراهيم الحقيقة وبقت كرة القدم لا ده فيه حقوق فيه حقوق وفيها مسألة يعني احنا بنقول صناعة واقتصاد ما ينفعش حتى حتى المعيير الإدارية لا تطبق الشفافية هتتطبق ولا مش هتتطبق الترخيص وشروط الترخيص للمشاركة في البطولات الإقلامية هيتطبق ولا مش هيتطبق على العقوبات التي توقع من الاتحاد الدولي هتنفذ ولا مش هتنفذ ولا هتنفذ بشكل انتقائي اسماعيل تخصم منه نقاطه وتحرم مش عارف من ايه وغيره لا طيب مثلا لو كان المعيار واحد الناس هتسكت طب انت بتساعد النادي هل انت بتساعد كل الاندية ولا حالات حالات وعلى فكرة لو أنا حد يساعدني أنا في الغلط مرة واثنين وثلاثة أنا هسترخي وحيضيع مني حدود الصح فمش هقدر أطور نفسي حتى يعني أنا أقعد أبرر لإبني أبرر لإبني ما يذكرش لا أصل المدرس مش عارف ايه لا أصل السؤال جايك ازاي لا أصل المرائب كان بيزعه وأرباك ولا أصل مش صح وقت علي يا ابني انت الحقيقة ما ذكرتش حتى لو كان بيحصل كده لكن السبب انت مش هم هم عوامل لو انت مذاكر ومستعدن مش هيداره يؤثره عليك صحيح ما بتفيدش حتى اللي بتساعده انت بتضره المعيار لازم يكون ثابت ومحنش يعني احنا بنقول الكلام ده واحنا مش مأزين لحد الوقت بالشكل اللي يغير في الترتيب قوي يعني لكن اذا استمرت الأمور على كده ما انتش عارف ما انتش عارف توصل ازاي لا يمكن القبول بمعايير تحكيم الموسم الماضي انها تستمر هذا الموسم وبعدين لما الانديها تطلب في متشاط معينة حكام اجانب لازم يستجاب له هذا لا يهيني الحكم المصري بيعفهم الحرج بيعفهم الحرج لو عصامها فتح لك ما عندش مشكلة اللي يطلب في مدة قانونية معينة عشان ناخد وقت نستخدم حكم يعني ارجو ان الكلام ده يعني يبقى ينفذ لان عايزيني ناس كلها تستمتع بكرة القدم ولا يمكن ان يتم الاسمتع بحاجة انت لا تشعر بالظروف او العدالة في التطبيق سكر بالظروف او العربة من الارضة ترجمة نانسي قليل بقاية امراكم حجم نرجو بقاية يشعر بالنظر